من الضغوط المجتمعية الشديدة جدا هي فكرة الوصمة اني موصوم علشان شكلي علشان طبع من طباعي علشان ظروفي او حتى حالتي الاجتماعية وده احيان بوصلنا للعزالية تامة اني مش عايزة تعامل مع اي حد عشان ما اسمعش كلمة باي خد زعلني او تدايقني محتاجة استوعب اني مش موصوم باي صفة من صفاتي واي اختيار انا بختاره انا المسؤول عنه وانا اللي بتحمل تبعاته ثانيا اختلافي مش معناه اني اقل من اي حد طبيعي اننا نختلف شكلا ومضمونا مفيش كاتالوجي المفروض نكون كلنا شبهه عشان اقدر اتخلص من الضغط ده محتاج لنقطتين مهمين جدا ونقطة الاولانية ايماني بقيمتي الذاتية يعني لو انا شايف الاختلاف اللي عندي ده نقيصة بس تخبى منها اي كلمة تتقالي حتوجعني وتكسرني ثانيا مساحات علاقاتي باللي قدامي مش مطلوب مني اني ادي تقرير عن حياتي مفصل لكل شخص بتعامل معاه ثانيا ان الاشخاص اللي بتعامل معهم احيانا بيضغطوا علينا وبيدوسونا من غير ما ياخدوا بالهم محتاج انا واردوا دمبة حمرة واعمل مساحات واضحة مع اللي قدامي تحميني وتحافظ علي